أعطيكم ألف عافية كاترا اليوم رح نكمل المحاضرة الثالثة من الأناتومي واللي بتحكي عن المسلز طبعا احنا حكينا انه الابرلم بيتكون من مجموعة من البونز المسلز الكارتلجز والجوينتز فاحنا حكينا عن البونز وتعرفنا عليهم كلهم واللي هم الكلابكيب السكابيولا الهوميرس بون اللي موجودة بالأرم والبونز of the four arm which are الريدياس والألنى والمسلز البونز of the hand which are في عنا 8 كاربل و 5 متا كاربل و 14 فالنجز هاي العظام المكونة للأبرلم هون عنا الابرلم كامل رح نحكي اليوم عن العضلات المكونة لهاي المنطقة طبعا شو رح نحكي بهاي المحاضرة رح نعرف المسلز نتعرف على المسلز of the pectoral region العضلات المكونة لبكتورا الريجن شو البكتورا الريجن هي البكتورا الريجن اللي هي نفسها chest four فلن رح نفرجيكم إياه و بدنا نعرف النيرف سبلاي والأكشن of pectoral مسلز يعني العضلات المكونة لبكتورا الريجن رح نعرف لهم النيرف سبلاي العصب المغذي والأكشن الحركة لكل عضلة طيب خلينا نحكي شوي عن المسلز of the upper limb the upper limb contains many muscles that produce countless movements and enable you to grasp and manipulate objects and express yourself with various gestures يعني بشو مفيدة عنا العضلات بالأبرلم أكيد عشان نتحرك فهي بتعطينا countless movements والأبرلم muscles can be grouped according to the regions of the upper limb يعني إحنا كيف بدنا ندرس العضلات بطريقة مرتبة ونحفظهم بدنا نقسم العضلات حسب الريجن اللي موجودة فيها هاي العضلة طيب شو هم هذول الريجن اللي موجودين بالأبرلم في عنا الشولدر ريجن واللي بيكون فيها الشولدر muscles في عنا الارم ريجن اللي بيكون فيها arm muscles والفور arm muscles والhand muscles والبكتور muscles والback muscles إذن في عنا ست مجموعات أوكي شو هي البكتور الريجن هاي هي البكتور الريجن اللي هي chest wall أو منطقة الصدر هون هيك البكتور زي ما حكينا المسل 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 of the بكتور الريجن الباك muscles المسل of the shoulder region المسل of the arm في عنا anterior و posterior والمسل of the forearm نفس شي anterior و posterior والمسل of the hand طيب شو هم المسل اللي بنحكي عنهم من الصبح المسل of the beكتور الريجن هم المسل اللي بعملوا connection ما بين ال upper limb وال thoracic wall اذا منطقة ال upper limb اللي حكينا عنها هاي كيف بتتصل بال chest wall بمنطقة ال بكتور الريجن عن طريق المسل of the beكتور الريجن الان رح ناخد اربع عضلات بكتور بالس major بكتور الاس minor سيرات انتيريور و sub clavius طبعا بكتور الاس لانها بال بكتور الريجن و major لانها كبيرة وال minor اصغر منها وال سيرات الانتيريور و sub clavius رح نحكي عنها اول مصل بال بكتور الريجن واللي هي البكتور الاس major طبعا البكتور الاس major بال chest wall هيك شكلها ها هي موجودة بالبكتور الريجن رح نحكي عن شو عن الوريجن تاعها وال insertion تاعها near supply والaction نيجي للوريجن يعني من وين بتبلش هاي المصل بتبلش الها two origins اول واحد الكلافيكولر هيد ومن اسمها مع الكلافيكولر يعني related to clavicle يعني متصل بال clavicle clavicle هيد وين بتزبط بال clavicle هيد anterior border of medial two third of clavicle زي ما حكينا احنا اذا بتذكروا الكلافيكل مقسمة الى جزئين anterior two third وال posterior one third اللي بتلاقي pectoralis major من وين بتبلش اول هيد الها اللي هو الكلافيكلر من anterior two third هاي زي ما انتو شايفين هون من anterior two third ببلش اول هيد الها ال origin الثاني sternocostal هيد لو ندقق بالاسم بال sternocostal sternum وال اه اه من الكوستل كارتليج و مع بعض هيك مع الستيرنا سميها sternocostal هيد طبعا الابر six كارتليج هم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة من هم بيشو الانسيرشن وين بتنتهي هاي العضلة تنتهي بال lateral lip of bicepital groove نجي نتذكر شوي بال heumerus bicepital groove اللي هو inter tubercular groove اللي موجود ما بين lesser tubercle وال greater tubercle of heumerus في لما يكمل الجروف لتحت بيصير lip يعني بيكون two lips اللي هم lateral وال medial وبين هم floor هون هاي الصورة اللي شرحنا عليها بالheumerus هون عندنا الجروف اللي ما بين lesser tubercle وال greater tubercle بنسميه bicepital أو inter tubercle groove بيكمل ل two lips اللي هم medial high medially وال lateral lip high lateral وبين هم floor insertion تاع pectoralis muscle وين بيكون بيكون على lateral lip insertion lateral lip of bicepital groove زي متو شايفين هون lateral lip وهون بعمل insertion عليها نجي لل nerve supply شو اللي بيغذي هاي العضلة medial and lateral pectoral nerves medial lateral pectoral nerves pectoralis major طيب شو هم أصلا pectoral nerves pectoral nerves هم الأعصاب المغذية وهم عصابين الأول medial والثاني lateral والاثنين بيغذوا pectoralis major الaction لهاي المصل يعني شو الحركة اللي بتعطينا إياها بتعطينا مجموعة من الحركات الadduction للarm والmedial rotation reflection of the arm يعني لما إحنا بنقبض إيدنا المصل اللي بتساعد على هاي الحركة البكتورالis major وهوم بحكينا إنه sternocostal head طبعا حكينا شو sternocostal head اللي هي origin للوحدة من origin للبكتورالis major واللي هي anterior surface افشو افستيرنا مع الار لما تكون الارم raised و fixed can raise the trunk as in climbing يعني لما الارم تكون مرفوعة ومقبوضة raised and fixed مع الستير nocostal head can raise the trunk as in climbing يعني بترفع عندي لك الترنك كامل زي لما تسلق جبل شوف كيف البكتورالis major بتعمل عنا الميدي الروتيشن of the arm هون صار في عنا بكتورال صار في عنا ميدي الروتيشن طيب هون خلينا نشوف الاداكشن of the arm شوف كيف يصير الدكشن شوف البكتورال major كيف تتحرك هون حكينا انه كل العضلات اللي بتتصل بال باي سيبيتال جروف يعني اي عضلة لها التاتشمنت بال باي سيبيتال جروف رح تعمل عنا الدكشن و ميدي الروتيشن of the arm زي الفيديو الفيديوهات اللي حضرناها كيف شوي الدكشن و medially rotation فاحنا لو شفتنا مصل متصل بال باي سيبيتال جروف رح نعرف انه واحد من الحركات اللي بتعملهم هاي المصل هي الدكشن وال medially rotation طيب العضلة الثانية المكونة لل بيكتورال ريجن اللي هي البكتورالس ماينر طبعاً بتبليش عندي هاي العضلة من الثيرد والفورد والففف ريبس بيكتورالس هاي العضلة بتتصل من يعني بتتصل هي على الربس نسعة الكارتلجز ولكن اقرب للكارتلجز يعني من المنطقة هاي من هون يعني الثالث من هون والرابعة من هون والخمس من هون ولكن ما بتتصل بالكارتلجز انما على الربس نفسها اما الانساشن بتعمل الانساشن بالكوراكويد بروسس أوف ذا كابيولا هون الكوراكويد بروسس أوف ذا كابيولا هيك الانساشن تاعها والنير سبلاي لها الميديا البكتورال نير تذكروا لما حكينا انه البكتورال ريجين الاعصاب اللي بتغذيها اللاترال والميديا اللاترال والميديا الاثنين بيغذوا البكتورال سميجر ولكن البكتورال سميجر فقط بتتغذى من البكتورال نير اصلا البكتورال بيغذي البكتورال سميجر وبتفرع لفوق وبيغذي البكتورال سميجر الاكشن تاعها protraction of scapula depresses the shoulder if the scapula is fixed it elevates the ribs هسا نشرح كل حركة طيب خلينا نشوف الاكشن تاع البكتوريليس ماينور او اشي عنا هون الوريجن تاع المصر اللي هي من الثير اللي هي من الثير بعدين insertion الكوراكويد بس السكابيولا الاكشن اول اكشن سكابيولا برتراكشن زي ما شايفين هون صار في عنا سكابيولا هون في عنا سكابيولا دبريشن طبعا البرتراكشن سكابيولا move forward and to the side and to the side لاترال يعني للامام في نفس الوقت ايه شوي لاترالية زي ما شرحنا بالفيديو قبل شوي نيجي لاخر حركة بتعملها البكتوراليس ماينر اللي هي حكينا انه if the scapula is fixed it elevates the ribs خلينا نشوف في هذا الفيديو كيف بالزبط بترفع عنا الربس او القفص الصدري لما تكون السكابيولا ثابتة يعني ما بتتحرك شوفوا كيف رفعت عنا الربس في حالة شو في حالة الinspiration يعني لما ناخد نفس نلاحظ انه السكابيولا شو immobilized ثالث مصل من المصلز اللي موجودة بالبكتوراليجين اللي هي serratis anterior طبعا serratis anterior فعلا هون زي صورة يعني من شار مسنن طبعا سميناها serratis anterior لانه muscular origins اللي هاي العضلة زي كأنهم بسموهم finger like muscular origins يعني زي كأنهم اصابع طالعين من الامام فسميناها anterior serratis لانه هذول الفنجر زي كأنهم luxurated يعني مسننين من الامام اللي هيك سميناها serratis anterior طبعا مننا نعرف origin والinsertion والnerd supply والaction لهاي العضلة زي اي عضلة اخرى الورجين تعها from outer surfaces of the upper eight ribs outer surfaces يعني اللي مش cartiliginous هون cartilage inner surface وهون بعد cartilage outer surfaces فهي الورجين تعها من outer surfaces of upper eight ribs اما insertion ventral lip of the medial border of the scapula يعني بالmedial border of the scapula وان medial border نتذكر هذا medial border وهذا lateral border نجيب هاي الصورة نشوف كيف insertion بيكون insertion تخيلوه زي كأنه من جوة يعني داخل هيك لجوة السكابيولة لما يتصل بال medial border اللي بيكون لورا لانه هذا lateral border طبعا رح نشوف في الفيديو نوضح كيف insertion تاحها طيب هون خلينا نشوف origin والinsertion لل seratus anterior اول اشي في عنا ايش السكابيولة هون المصل كيف بتعمل شو insertion الinsertion بيكون بال middle border of the scapula طبعا هما بيكونوا as three bundles of muscle هاي superior bundle وهاي middle bundle وهاي inferior bundle كلهم بعملوا insertion بالmedial border بالنسبة للورجين بيكون من outer surface of the upper eight trips زي ما شفنا طيب لما عملت هاي المصل insertion بال middle border الinsertion ايجا من جوة يعني من جوة السكابيولة بعدين السكابيولة هيك سكرت تخيلتوا كيف تحت السكابيولة خلينا نشوف from the posterior أي شن السكابيولة شوفوا كيف تكون بالmedial border بطلب من في آخر السكابيولة السكابي 김 الريجين الاكشن تاع سيراتس انتيريور وتراكشن اف دي سكابيولا واحنا حكينا من المصر الثاني بتعمل وتراكشن اف دي سكابيولا اللي هي بكتوراليس ماينر وطبعا هدول المصر اثنتين بيعملوا على سكابيولا يعني هما بيثبتوا السكابيولا بيمسكوها زي ما حكينا البرتراكشن هي عبارة عن الفورورد موفمينت اف دي سكابيولا لما تتحرك السكابيولا اللي قدام بنسميها بروتراكشن ومين اللي بيشد السكابيولا لقدام بحركة البرتراكشن اللي هما البكتوراليس ماينر والسيراتس انتيريور طبعا راح نفرجيكم فيديو كيف السيراتس انتيريور بتشد السكابيولا لقدام تعمل لها بروتراكشن زي ما حكينا البرتراكشن هو الفورورد موفمينت يعني السكابيولا بتنشد لقدام بجهة البرتراكشن وزي ما حكينا مين المسؤول عنها اللي هي البكتوراليس ماينر والسيراتس انتيريور هاي شو البرتراكشن هون نرجع نشوف كيف بتعمل بروتراكشن السيراتس انتيريور زي ما حكينا بروتراكشن هي الفورورد موفمينت وشوي لاترالي لسكابيولا يعني لما نحرك ايدينا ثنتين لقدام السكابيولا بشد للشست وال والمسؤول عن هاي الحركة اللي هي سيراتس انتيريور الوكتوراليس ماينر فقلينا نشوف كيف بتصير الحركة بالضبط هون بلشت شو السكابيولا تنشد لقدام مين اللي شادها سيراتس انتيريور هون شوف كيف انشدت لقدام باتجاه شو باتجاه تشست وال طبعا وانتو بتدرسوا ممكن تشوفوا مثلا بالكتب اللي بدرس على كتب ممكن تشوفوا هاي الحركة اللي هي يعني نبعد فيها عن midline away from the midline وهون بتلاحظوا السكابيولا بعدت عن midline عشان هيك ممكن نسميها السكابيولا abduction او protraction بس خلص انتو اعرفوا انها protraction ولكن لو شفتوا في مكان ثاني انها abduction فهي مش غلط الكلمة تمام هيك صار protraction الاكشن الثاني اللي سيرات انتيرل هو الابور rotation of the scapula during raising the arm above the head متى حكى لما نرفع الارم بشرط تكون هاي الرفعة above the head طبعا رح نشرح لكم شو يعني هاي الجملة اول اشي هون عنا scapula scapula وهون عنا humerus تمام وين الهيد of the humerus هاي الهيد of the humerus وين ال glenoid cavity of the scapula اللي بتدخل فيها ال humerus هاي من خلال الرسمة من خلال الصورة ندرك انه الهيد of the humerus اكبر من glenoid cavity فانتو تخيلوا اشي اكبر داخل بcavity اصغر اكيد ممكن تتحرك الهيد of the humerus يعني ما تظل ثابته بمكانها تطلع عن مكانها الهيد of the humerus هاذ نحكي ما بصير اذا احنا رفعنا اليد لحد 90 درجة يعني احنا رفعنا هيك 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 لحد تكون اليد هيك هون هيك تخيلوا الهيوميرس هيك تكون لحد 90 درجة هيك الهيد بتضل جوه الكافتي ولكن ماذا يحصل اذا رفعنا الهيوميرس والارب above the head يعني رفعناها اكثر من 90 درجة هيك رفعناها لفوق الهيوميرس هيك ممكن انه الهيد تطلع من الكافتي تطلع من الكافتي ولكن من المصل المسؤولة عن تثبيت الهيد بحيث انها شو بصير بالزبط شو بتعمل تعمل upward rotation للسكابيولا يعني ما بترفع الهيوميرس لها لا بصير فيه معها upward rotation يعني هيك بتتحرك الاسكابيولا بتقلب بحيث انه شو بحيث انه الهيد تضل جوه لقلينويد كافتي وبالتالي بتثبت عنا الهيد ومنقدر نرفع ايدنا above 90 درجة خلينا مع بعض نشوف كيف حركت الابورد rotation يعني كيف بتلف الاسكابيولا لفوق عشان الهيد الهيوميرس تضل بال السراتس انتيريور بتثبت الاسكابيولا وبتعمل بتراتيور يعني موفمينت بتشد الاسكابيولا لقدام طيب في حال صار شلل لهاي العضلة خلص رح تبطل تعمل هاي الوظيفة وبالتالي بيصير في عنا شو عكس البروتراكشن ري تراكشن يعني الاسكابيولا بتطلع لبرة بالشكل وهاي الحالة لما يصير في عنا سراتيور شو مسميها وينجينج أوف سكابيولا يعني السكابيولا بتكون طالعة لبررة وطبعا هون في عنا يونيلترال وينجينج وبث سكابيولا وهنا باي لترال على الجهتين طيب نيجي لرابع مصل موجود بالمك بكتور الريجين واللي هي صباك ليفيس مصل طبعا احلى عضلة واكتر عضلة رح تحبوها ليش مش مطلوب منكم إلا شغلة واحدة اللي هي نير سبلاي إلها شو نير سبلاي السبككلافيوس مصل نير تو سبكلافيوس مصل اللي هي تحت الكلافيكل موجود تحت الكلافيكل هاي موجود بالبكتور الريجين وهيك بنكون خلصنا المسلز اف دا بيكتورال ريجا هسه في مفهوم مهم لازم نعرفه اللي هو كلابي بيكتورال فاشة طيب شو الفاشة شو هي الفاشة الفاشة هي عبارة عن sheets of connective tissue وين موجود؟ موجود تحت السكن اذا في عنا هون ال skin وهون في عنا الفاشة هاي الفاشة بتتقسم لي superficial فاشة و deep فاشة طيب الفاشة بشو مهمة للمسلز؟ مهمة بانها تعمل attachment مع المسل و بتعمل الها stabilization و بتزيد strength of the muscle طيب شو هي الكلابي بيكتورال فاشة؟ بدنا نرسم رسمه و نفهم مع بعض شو الكلابي بيكتورال فاشة طيب هون عنا الشيستول و بدنا نشوف العضلات اللي بتشيستول اول اشي عنا هون شو السكابيولة و عنا هون الكلابي كل طبعا رسم تقريبي و هون الهيوميرس طيب اول مصر اللي عنا بنشوفها احنا باللاب لما نشوف الجثة اللي هي شو؟ البكتورالس ميجور طبعا الورجن تاعها بيجي من الانتيريو 2 ثيرد من الكلابي كب والستيرنم والأبر 6 شو؟ ريبس يعني هيك وبعملوا شو؟ انسير شنوين؟ باللاترال لب و باي سيبت القروب بالهيوميرس هاي اول مصر بعدين عنا المصر اللي تحتها اللي هي البكتورالس ماينر اللي هي وين بنشوفها لما نرفع هاي المصر البكتورالس ميجور بنشوف تحتها البكتورالس ماينر طبعا الورجن تاعها بيكون من الربس الثالثة والرابعة والخامسة هيك وبعملوا انسير شنوين؟ بالكريكويد بروسس اوف سكابيولا هاي البكتورالس ماينر وعننا المصر الاصغر واحدة واللي بنحبها اللي هي سبكلافياس مصر واللي بتيجي تحت الكلابكل طبعا ما ننسى منطقة الاكزيلا اللي هي هون هيك هون الاكزيلا طيب احنا اول مصر بنشوفها بالانتيرير جيست اللي هي البكتورالس ميجور طيب انا باجي باللاب بشيل البكتورالس ميجور بشوف تحتها البكتورالس ماينر وبشوف السبكلافياس مصر طيب رح افرجيكم بالزبط كيف لما نشيل هون على هاي الصورة طيب اول اشي عنا هون اول ما نشوف في عنا البكتورالس ميجور مصر زي ما هو مكتوب طيب انا بدي اشيل البكتورالس ميجور هاي شلتي البكتورالس ميجور في عنا هون تحتها البكتورالس ماينر مصر تمام وكمان هون بقدر اشوف شو هون السبكلافياس مصر لهون متفقين طيب احنا كناس بدنا ندرس اناتومي بدنا نعرف تشيح الداخل الجسم طيب كيف بدنا نفهم الفاشية المغلفة لكل مصر من هاي العض طبعا كل مصر لها فاشية مغلفيتها طيب كيف بدنا نفهمها بالزبط ونعرف شو نعرف الكلافيكوبكتورالفاشية بدنا نيجي نعمل زي سيكشن نقص من هون هيك هيك تمام طبعا هو بيكون برا ميديان هيك هون ميديان هون برا ميديان هاد السكشن ونيجي نطلع عليه هيك نجي نطلع عليه من هون شو بتطلع عنا الرسمة تطلع عنا هاي الرسمة تمام هيك احنا بنتطلع عليها هيك من هون فلو بدي اكملها مثلا هيك بكمل هيك بكتورالفاشية وهيك وهيك الصبكلافياس زي ما رسمت هاي بالزبط فهمتو فهمتو طيب تمام نيجي لهاي الرسمة بعد ما عملنا سكشن هون اول اشي عنا الكلافيكل بعدين تحتها عنا الصبكلافياس مصل بعدين البكتوراليس ماينر وفوقهم البكتوراليس ميجر تمام وهون عنا ايش منطقة الاكزلة اول اشي احنا حكينا انه في عنا فاشية بتغلف المصل فبتيجي عنا فاشية من منطقة النك هون هيك وبتنزل من الكلافيكل بعدين بصير الها سبلت عشان تغلف الصبكلافياس مصل بعدين بتنزل 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 بتغلف البكتوراليس ماينر بعدين في عنا فاشية ثانية بتختلف عن الفاشية هاي بتغلف البكتوراليس مايجر هيك من هون ومن هون تمام هاي الفاشية بنسميها البكتورال فاشية لانها بتغطي البكتوراليس مايجر ولكن هاي الفاشية بما انها اجت من الكلافيكل وغطت البكتوراليس ماينر بسميها كلافيكو بكتورال فاشية تمام بعدين الفاشية اللي من البكتورال اللي هي بكتورال فاشية والكلافيكو بكتورال فاشية بيلتقوا بيكونوا عنا ليجامينت بنسمي هاد ليجامينت اللي بالاكزيلا فلما يصير عنا كونكشن ما بين الكلافيكو بكتورال فاشية والاكزيلا فاشية هاد اليونيون هو شابز الاندر ارم او الاكزيلا هي اللي بعمل انه الاندر ارم اشتركوا في القناة